لما تحب انك انت تدي انطباع على علاقة رجل ابتدى اقل يعني ابتدى صغير وبعدين كبر مع الست دي ويقرر فجأة انه هو بعد ما كبر وبعد ما هي زي مرهام قالت وقفت معايا وبتاع يقول لها والله انا هتديكي كل حقوقك بس انا عايز اعيش حياتي انطباعك عن هذا الشخص انطباعك عن هذا الشخص شخص اناني ولا دا حق من حقوق ووانا علي نانا Manyam مش حاكيك تحق أقل معانا لا ćو اناني أي انا انا نشوف كل حالة على حدة اي اي حالة اي انا ابقولها دو كيس اي اه انت شوفها انطبا انا 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 هشن أني تشوفها انطبا انا خالص اي хالاذ جاهدة اي ا انا هشتى انتشاقلب شوية انطبا انا هو الطفس講 Thifes ألا ات Ой انا طفس ولا هو الرجل دا انا اعمليش ضعب أنا رجل متجوز وسعيد في حياتي رب يعني كلنا انت عارف في البيت عاملين ازاي لما جوز عديدي يقول لها بكل بساطة أنا زي ما أدام تدام أنا عديدي كل حقوقك بس أنا عايز أبتدي بداية تلف أنا عايز عايش حياتي هو فيها حد بيعمل كلا؟ اه كتير لا يعني عاليش يعني واحد بيروح لمراتي يقول لها ايوان لما بيبقى مسترم لا لما بيبقى مسترم لا لما بيبقى مسترم ده لكده مخلتها تبقى اكثر احتراما فينا شئولها اخباطي راسك في الحدي لا كيش حاجة لا أنا مش معا ده طبعا اكيد يعني اكيد وده فيها حاجة فيها خصة ممكن اللي يقول لها اخباطي راسك في الحدي كتب مسودة عيشته يا جماعة يعني ممكن تبقى ست كبو يعني يا ستات كلها لا 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 بدل واحدة عندها ربعين عايز واحدة عندها عشرين نفسه في واحدة صغيرة ليست لا ده ده حالات خاصة ده حالات خاصة وبيبصلها لا لا ممكن يجاوز صاحبتها يعني طب انا عايز اسألكوا سؤال تاني اللي نفترض ان ده كيس موجود احنا مسلا ساي شايفين كيس قدامنا والست دي حاسة بقرب ان جوزها جاي يقول لها انا عايز نتطلق تعمل ايه او اتجاوز عليك ازاي تعمل ايه او استاذ قدهم تطلب اي ديليفري مني تاكل ما تهركش ما تهركش اول تاكل ابوس ايدك بطارك قول لي تعمل ايه بجد تعمل ايه كست تبادر هيا بالموضوع عسل الموضوع لازم تشوف بجد مش بهزر لازم تشوف جزها ده عمل كده ليه وتشوف الويك بوينت او نقطة ضعف انا ما عنديش وقت ان اعمل بويك بوينت انا عارفة ان هو جاييري جاييري اقولك انا اعمل ايه تعمل زي الفيلم اسفة ارفض هذا الطلاق انت عايز تطلق انا ليه حقوق واحد اتنين دلاتة اول حاجة تطلب المحامي بتاعها اول حاجة ولكن لا تستمر فيه علاقة زوجية احد طرفيها عايز يتخلص من العلاقة دي دي حاجة شكرا انك قلت مضبوط لانه انا شايفة انه بمقنانة مجمع عن ظهيرة زي ما تتكلمه ظهيرة سيئة جدا القانون في بلدنا بيخليه يمشي ينزل يطلقها غيابي وملهاش اي حاجة لا لو طلع اغيابي ليها مؤخر لو كان عشان لها بقى لما نعيش ان شاء الله ربنا يدينا لأول محاكمة لما يتقلتها ارهام احنا طلعين فاصل وهنرجع نقول نكمل اللي كان ابراهيم بيتكلم فيه واتهم كان بيقول انه ده لما يحصل بيبقى كابوس واضح انه كان عنده هزا الكابوس فكرة لما الست هي نفسها اللي يبقى عندها الفلوس او يعني تبقى تحققت بشكل كبير ومش ممتنة بقى للراجل وعايزة تسيب تشوف نفسها هي بقى